اشتركوا في القناة ما خرجتش من دور المجموعات في بطولات كأس العالم حامل اللقب يعني بقت لعنة ان اي حد بيكون او في الفترة الاخيرة ان اي منتخب بيكون حامل اللقب بيخرج على طول في السنة اللي بعديها من دور المجموعات لو نفتكر فرنسا 98 خرجت في 2002 والنهاردة منتخب ألمانيا بيخرج من الدور الاول هنتكلم يعني ان شاء الله مع ضيوفنا على الرؤية الفنية والتحليلية لمباراة ألمانيا وكوريا وايضا هنتكلم على صعود منتخب السويد على حساب المكسيك السويد حصلت على المركز الاول المكسيك المركز التاني النهاردة كان فيه ايضا لقائين منتخب البرازيل بيتأهل على حساب سوربيا وكوستاريكا وسويسرا والتعادل الايجابي اتنين اتنين لكل فريق ما فيش اي مباراة البيا غير مباراة فرنسا والدنمارك بالتالي كل اللقاءات هي نتائج ايجابية وبالتالي لسه مستمتعين بمونديال روسيا 2018 بالمناسبة مونديال روسيا 2018 هو اكتر مونديال تم التسجيل فيه في الاضطاق هدف بيتفوق على مونديال البرازيل 2014 واللي تم احراز 13 هدف في الوقت بضل الضائع وبالتالي هو يعني ما فيش فيه اي نوع من انواع ان اي اسم كبير هو اللي بيكون مسيطر لا بالعكس اي منتخب بيتعب وبيكتهد وبيكون عنده رؤية فنية من مدير فني بيقدروا ان هم ينفذوها بيحصل على النقاط وبيحصل على صعود لدور 16 واحنا كمان ما نستغرفش لو لقينا طرفين النهائي منتخبين عاديين مش من المنتخبات يعني لو ما لاناش فرنسا والبرازيل الارجنتين كل المنتخبات دي كلها عادي ما نتفاجئش كل المستويات بقت واحدة خلاص الكرة الحديثة دلوقتي هي اللي بتحكم العالم وبالتالي عندنا كلام كتير جدا هنقوله مع ضيوفنا الكرام ايضا كان فيه مؤتمر اليوم خاص باتحاد كرة القدم باشماندس هاني ابو ريدا رئيس اتحاد الكرة يعني اتكلم ووضح فيه بعض النقاط اللي كل الشارع المصري كان بيسأل فيها شوفنا بعض الاسئلة من السادة الصحفيين الكرام اللي كانوا متوجدين في المؤتمر الصحفي وكلام كتير جدا عن المؤتمر وهنتكلم عليه ونتكلم على ايه هي الخطة المستقبلية لكرة القدم ان شاء الله في الايام القادمة وان شاء الله ربنا يعني يوفى الكرة المصرية بقى وان شاء الله يعني منديال 22 22 نقدر ان احنا نستعدلوا من دلوقتي